أحمر من التأهل الاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر قال تفوق الأهل وحقق فوزا مهما على ملعب السلام بنتيجة 2-0 بادفاي وليد سليمان وإسلام محارب على ضيف وفاق سطيف ليقطع خطوة جديدة نحو النهائي الصحف المصرية فيها هذا التفاؤل فيها هذا الحديث عن الفرص الضائعة بالجملة فماذا في الصحف الجزائرية الشروق الجزائرية نصف نهاية رابطة أبطال أفريقيا الأهل المصري يحسن معركة الزهاب بهدفين ضد وفاق سطيف وأضافت الصحيفة أن حصوص وفاق سطيف في التأهل للنهاية دولة لا تزال قائمة رغم خساراته في مباراة الزهاب بهدفين شرط خوض مباراة الإياب المحدد لها 23 أكتوبر بملعب 8 مايو بولاية سطيف الجزائرية بطريقة زكية النهار الجزائرية قالت الوفاق يسقط بسنائية ويرهن حظوظ بلوغ نهائي للهدف الجزائرية تحدث رشيد التوصي المدير الفني للوفاء وقال قعد نحن هنفعل المستحيل لإسقاط الأهل وشدد على أن مباراة الإياب ستكون مختلفة وقال التوصي خسرنا بسبب الأخطاء الفردية وأيضا لتضيعنا الكثير من الفرص دخلنا المباراة بشكل سيء والأهل استغلها فواتنا وحسم الأمور مبكرا وأضاف الأمور ستكون مختلفة إيابا سنلعب بطريقة هجومية ونعول على دعم أنصارنا للتأهل رجعت الأهرام وحست بالمسئولية في ظل النتيجة المؤلئة رجعت تقول النهاردة غضب داخل الأهل رغم الفوز على وفاق سطيف الجزائري جلسة اعتاب بين اللاعبين بإستاذ السلام وصدمة في الجهاز الفني لإصابة معلول إذن المسألة حاجبني بقى شوف كل اللي قلته ده الخبر بتاع الأهرام ده أحسن حاجة إنه فيه غضب فيه غضب من اللعيبة قاعدين مع بعض مش بيوبقوا بعض بقدر ما بينبهوا بعض ومؤمن قال ما نضيعش الفرص بالطريقة دي لأنه مش مضنون كل مرة جلنا الفرص دي دي دور اللعيبة لأصحاب الخبرة الكبيرة إنما القبر الصادم طبعا إصابة عجلة كل دي كانت الأجواء بعد المباراة واعتقد أن من هذه الجلسات ومن الإدراك بصعوبة الموقف ومسؤولية اللعيبة أنه مصحاح وما حدث يعني هم تعاملوا كأن النتيجة سلبية ده دي نقطة إيجابية ترجمة نانسي قنقر